بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن مشروب حلوة قوي قوي للحرق للي هم حابين يخسسوا نفسهم أو حابين ينزل وزنهم فقبل ما نبدأ الفيديو هنعمل اشتراك في القناة و هنفعل الجرس و هنعمل لايك علشان الفيديوهات اللي هنزلها تعرفوا يجيلكوا إشعارات بيها و تقدروا تتابعوني لأن هنزل لكم لسه مشروبات تانية و هنزل لكم حاجات تانية بقى للتخسيز لوعا برضو هنكمل برضو بتوع الشعر فيديوهات للشعر برضو إن شاء الله كل التكات هلاقيها أنتو تقدر تفيدكم هحطها لكم بإذن الله أول حاجة هنقولها في مثل بيقولك إذا عرف السبب بطل العجب إيه بقى إذا عرف السبب بطل العجب يعني أنا دلوقتي بدخن وناس كتير تقولك أنا بدخن من الهواء أنا لو شربت مية بدخن أنا مش عارف إيه أنا لو نمت شوية بدخن لأ طبعا إحنا هنعمل إيه بقى هنشوف إيه لأسباب اللي بتخلينا نوصل لكده ونحاول إن إحنا نتلافاه فأنا مش هقولك مثلا إقفلي بقك ما تكليش ولا هقولك بطلي أكل ولا الكلام ده لأ كلي وكلي تلات واجبات عاديين خالص في اليوم بس في نفس الوقت هتعملي شوية حاجات أنا هعلمك إزاي إن إنتي هساعدك إزاي إنك تحراي وحساعدك في نفس الوقت ببعد حاجات حتساعدك إنها هتعلل حرقة عندك أول حاجة هقولها لك هقولك إن إنتي لازم تنامي بدري وتقومي بدري خلاص يعني أنا ما نم مصهرش تقولي الليل إيه كل واحد قدامي التلفزيون ومش عارف إيه وبعد نأجي إيه أقول إيه ده أنا إيه وأنام طول النهار وبعد نقول ده أنا بدخن أكيد لازم هتتخاني لإن فيه غدك في الجسمة بتشغلش غير بالليل فإحنا نعمل إيه فإحنا ننام بدري ونقوم بدري بحيث تكون آخر وجبة لنا الساعة سبعة بالليل ناكل آخر وجبة ديه وما ناكلش حاجة تاني بعدها بس لما أنت تنامي بدري وتقومي بدري هتعلي الحرقة عنك وهتنظمي الوجبات بتاعتك مش هتاخدي حاجة بين الوجبات وحتى لو خدت حاجة بين الوجبات هناخد حاجات كلها اللي هي تساعدنا على الحرب أول حاجة هنعملها هناخد حنعمل مية ونحط عليها نقطة لمون دي هنخليها جنبنا للشرب العادي كل شوية ناخد لنا بق منها دي هتسدي شهيتك وهتساعدك في عملية الرجيم بعد كده هنمنع حاجة اسمها الأدوية بتاعت التخسيس ومن الأدوية بتاعت التخسيس اللي هي نازلة دلوقتي في السوق اللي هي نيو هارف وتربوسلم كل الأدوية دي بتلعب على الأعصف عشان تسدلك الشهية فطبعا هي كده خطيرة جدا ومش صحية فحنبعد عن الأدوية دي كلها وحنمشي بالحاجات الطبيعية اللي أنا قلتها دي انتي طبعا لو شربتي كوباية من دولا كأنك شربتي كوباية كولاجين لأن المادة اللي هي نازلة من اللبان دي عبارة عن كولاجين طبيعي يعني ايه كولاجين طبيعي بيشد البشرة بيفتحها بيديها شباب أكيد انه هيعمل في جسمك نفس الكلام يعني بالنسبة للناس اللي بيبقى ساعات عندهم بيوصلوا لسن معين بيبقى عندهم شوية تراهلات مثلا في جسمهم وتراهلات في البشرة كل الحاجات دي هتروح بإذن الله مع الاستمرار في أخدها حلوة حلوة جدا 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 وصحية جدا ما فيهاش أي مشاكل ولا هتضرك بأي حاجة بال بالعكس خلاص كده احنا خلصنا حلقتنا النهاردة ان شاء الله هحط لكم مشروبات تانية وهحط لكم لسه في مسكات تانية برضه هحطها لكل البشرة هتعجبكم جدا لو جربتوها وده ان شاء الله كلنا نجربوه هيعجبنا جدا جدا وهتشوفوه حلوة جدا هيعجبكم بس نحاول بقدر الإمكان الاسناكس اللي احنا بناخده بين الواجبات تكون عبارة عن حاجات فيها شوفان فيها دي أصمر فيها كلها حاجات ما تاخدوش بقى حاجات فيها سكر ولا دي أبيض ولا حاجات من دي حاولوا بقدر الإمكان ان أكلكوا كله يكون منزوع الدسم وما فيهاش مش هقول كله منزوع الدسم لأن أثبتت الأبحاث بعد كده ان العاجات للدهون آآ كتع الدهون سغنانة كده دي حتساعدك على الحركة فإحنا نحاول بقدر الإمكان ناخد حاجات صحية يعني مثلا بسكوت شوفان تخدي مثلا عيش شوفان أنا بعمل عيش شوفان حلو جدا هعمله حبقى نزله لكم برضو علشان اللي بتابعني هيتابعني ويعرف يشوف العيش دي يجربه هيعجبه جدا بعملهم الدقيقة الأصمر اللي أنا وردته لكم قبل كده في حلقة قبل كده ومن اللي هو بتاع الحبة الكاملة مع الشوفان آآ شوفان برضو بحاوله لدقيق وبعمل اتنين مع بعض ببقى حلو جدا وبيخسس جدا كمان يمكن العيش كمان بيخسس قوي لو جربته لان ما فيهوش اي حاجة خالص آآ لديه أبيض ولا فيه سكريات ولا فيه اي حاجة خالص فتحس كأنك مش بتاكل حاجة وبيديك إحساس بالشبع يعني ممكن تعودي فترة طويلة ما تبقاش حبة تاكل كده الفيديو بتاعنا خلص نفعل الجرس ونعمل اشتراك آآ ونعمل آآ لايك علشان الفيديوهات اللي انا هنزلها تعرفوا اتابعوني سلام عليكم